دان وزير الخارجية الامريكي جون كريما وصفها بالهجمات العشوائية الوحشية للنظام السوري وحلفائه الروس والايرانيين مشددا على ضرورة اعلان وقف فوري ودائم لاطلاق النار من قبل جميع الجهات بما فيها قوة المعارضة وزير الخارجية الامريكي اكد على ضرورة فتح الممرات الامنة للمدنيين ومن يرغب من مقاتلي المعارضة بالخروج من داخل المناطق المحاصرة مؤكدا تعرض عدد من مركبات الاخلاء لاطلاق النار واحتجاز عشرات الرجال في مخالفة صارخة لكل القوانين حسب كري رجال سوريون تتراوح اعمارهم بين ثمانية عشر واربعين عاما يتم احتجازهم لدى محاولة مرورهم من خلال نقاط التفتيش الحكومية منهم من ذهب في عداد المفقودين يجب ان يعودوا لعائلتهم ومحبيهم هذه الاجراءات حقيرة وتمثل مخالفة لقوانين الحرب والاعلان الاساسي لحقوق الانسان جون كيري شدد على ضرورة الخروج بموقف دولي يمنع تكرار سريبر نيتشا جديدة في اشارة للمذبحة التي تعرض لها المسلمون في البوسنة وراح ضحيتها الالاف واستخدمت روسيا حق النقض الفيتو عام 2015 ضد اعتبارها جريمة ابادة جماعية رغم قرار محكمة العدل الدولية في ذات الوقت اعلن كيري جهزية فرق الاغاثة التابعة للهلال الاحمر والصليب الاحمر الدوليين لاستقبال السوريين الذين تم اجلاؤهم بالاضافة لفرق تابعة للامم المتحدة مؤكدا موافقة تركيا واستعدادها التام لاستقبال جميع السوريين الذين تم اجلاؤهم واستعداد المؤسسات الصحية التركية لاستقبالهم الصليب الاحمر والهلال الاحمر سمح لهما بالدخول فرق الامم المتحدة على اتم الاستعداد لاستقبال الاشخاص الذين تم اجلاؤهم في العديد من المواقع ومجموعات الاغاثة في حالة طوارئ وتأهب قصوى لمساعدة الناس المساعدة الطبية ستكون متاحة ايضا حكومة تركيا اعلنت استعدادها الكامل لقبول الاشخاص الذين يتم اجلاؤهم للحصول على المساعدة اللازمة والعلاج الاستعدادات اللازمة لعملية الاخلاء مكتملة للحفاظ على حياة الناس ولكن استمرار التنفيذ هذه العملية بانسيابية يعتمد على تصرفات النظام وحلفائه على الارض البيت الابيض دانما وصفها بالاعمال البربرية للأسد وحلفائه ايضا حيث اكد جوش ارنست ان الاسد تجاوز كل الخطوط وما زال يرتكب المجازر بحق المدنيين الابرياء واكد المتحدث باسم البيت الابيض ان ادارة اوباما تقود جهودا دولية لردع هذا النظام ورفع المعاناة عن السوريين الناس الابرياء يذبحون في الشوارع على يد نظام الاسد يساعدهم ويحرضهم على ذلك الروس والايرانيون الوضع مأساوي للغاية هذه الفضائع يجب ان تنتهي والادارة الامريكية تعمل بجد عبر مجموعة من القنوات الدبلوماسية لتحقيق الامن للابرياء هذا النظام يجب ان يقول الدع واشنطن لن ترضى باقلم وقف فوري للاعمال العدائية وفتح ممرات امنة للمدنيين والمقاتلين الذين يختارون اخلاء المدينة وادخال المساعدات الانسانية العاجلة مع تأكيد واشنطن ان الاسد يتحمل المسئولية عن كافة المجازر البربرية المروعة التي دعمه فيها حلفائه الروس والايرانيون لقناة الفلوجة عمر محمد واشنطن العاصمة